اكثر من ثمانية الاف اصابة في يوم واحد الحصيلة الاعلى لاصابة كورونا في العراق تدق جرس الانذار من تفاقم الوضع الوبائي في البلاد تحذير تطلقه وزارة الصحة بعد ان دخلت الارقام الجديدة لاصابة الفيروس في عداد التصاعد والانتشار السريع الخطورة الاكبر تضرب النظام السحي في حال امتلأت المستشفيات من الحالات المصابة ما يرفع عداد الوفيات الذي كان وما يزال مفتاح قبور الاحزان في العراق التقييم السحي لما يجري من ارتفاع ملحوظ تقول الصحة انه بسبب عدم اقتزام اغلب المواطنين بالاجراءات الوقائية التي سارعت البلاد بمؤسستها الى مواجهة شراسة الفيروس التاجي منذ دخوله الى البلاد الاستهان بتطبيق الحظر ارهق حياة المواطن الضائعة بين كورونا من جهة وستوة انتشارها على الاقتصاد والحياة اليومية اجراءات تتطلب التزاما وقيودا اكثر سيما كردستان التي حضرت السفر مؤخرا بين المحافظات في المقابل فان اجراءات التلقيح والحصول على جرعات لقاحات كورونا هي مفتاح الحل من الازمة لكن يبقى مرهونا اولا واخرا بالتزام المواطن بالاجراءات الوقائية والنجاة من شرك كورونا الخطير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة